أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي وعدد من المسؤولين وصرح متحدث الرئيسة بأن الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مدينة الفنون والثقافة حيث وجه الرئيس السيسي بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة المتخصصة في مجال الفنون والثقافة وذلك للتعاون في نظم الإدارة والتشغيل على نحو أن يتواكب مع القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها مدينة الفنون والثقافة وبما يعظم من قيمتها كأيكونة ومنارة للإبداع الفني والفكرية والثقافية لمصر في الظل الجمهورية الجديدة وكذلك الإنسانية جمعة اجتمع رئيس السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي وعددنا من المسؤولين وصرح متحدث رياسة بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بجهود تطوير مساحات الأراضي الفضاء غير المستغلة داخل محافظة القاهرة وكذلك على امتداد شبكة الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية ووجه الرئيس السيسي بإتمام الاستغلال الأنسب لكافة الأراضي المقترحة للتطوير وفق نهج هندسي وخدمي يحقق التكامل مع المشروعات التنموية الدقمة الأمر الذي يعزز عناصر البناء والتطور العمرانية ويحقق قيما مضافة لاستراتيجية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة صرح الرئيس الاوكراني بلاديمير زلنيسكي بأن القوات الاوكرانية صامدة أمام الهجمات الروسية المتكررة بالقرب من بلدتين رئيسيتين في منطقة دونباس وصفا الخطط الروسية بالمجنونة وفي كلمة له أضف زلنيسكي أن القوات الاوكرانية تتعامل بشكل جيد مشيرا إلى أن معارك شديدة تدور في منطقة دونباس شرقي الميلاد نشرت قيادة القوات الجوية الأمريكية سربا من الطائرات المسيرة في جنوب جزيرة كوشو اليابانية لمهمات الاستطلاع وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطائرات المسيرة التي بدأت مهمة الاستطلاعية الأحد الماضي ستكون قادرة على جمع معلومات حول نشاط الصين وكوريا الشمالية في المنطقة وذلك من أجل تعزيز النشاط الاستخباراتي الأمريكي الياباني المشترك أعلنت السفارة الأمريكية في جنوب أفريقيا أنها طلقت معلومات استخباراتية عن هجوم إرهابي محتمل في تجمع كبير بمدينة جوهانسبرغ هذا الأسبوع ونشرت السفارة بحسابها على تويتر أن الحكومة الأمريكية طلقت معلومات تفيد بأن إرهابيين ربما يخططون لشن هجوم على حدث جماهيري كبير في جوهانسبرغ يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري كما نصحت السفارة الأمريكية الموظفين بتجنب الأماكن المزدحمة والمناسبات العامة في جوهانسبرغ خلال عطلة نهاية الأسبوع منح مجلس الشيوخ الإيطالية الثقة لحكومة جورجيا ميلوني في آخر تصويت على الثقة وحصلت رئيسة الوزراء وحكومتها على الغالبية المطلقة الضرورية في مجلس الشيوخ وذلك بتصويت وصل لمائة وخمسة عشر من بين مائتي برلماني لصالح ميلوني التي حصلت على منصبها الأسبوع الماضي كأول امرأة تتولى رئاسة مجلس الوزراء في إيطاليا منح نواب البرلمان السربي الثقة لتشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد بعد يومين من المناقشات وأعلن الرئيس البرلمان السربي فلاديمير أورليك أن الحكومة الجديدة حصلت على الأغلبية بعدما صوت مائة وسبعة وخمسون نائبا من أصل مائتين وخمسة وعشرين نائبا لصالح تشكيلة الحكومة الجديدة وأدى أعضاء الحكومة اليمينة دستورية وترأست رئيسة الوزراء الحالي عن برنابيتش الحكومة السربية قد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للتأهل إلى دور السادس العشر من بطولة دور أبطال أوروبا بفوزية على مضيفي آيكس إرمستردام الهولندي بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى ليرفع الفريق الإنجليزي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي الإيطالية المتصدر وفي قمة مباراة الجولة الخامسة جدد بارنام يونيخ الألماني تفوقه على برشلونة الإسبانية وهزمه للمرة السادسة تواليا عندما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد على ملعب كامب نوم مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يوم مصر بعد الفصل